بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن احتدى بهداه وعمل بالسنة إلى والدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما الآيات من سورة الأحزاب يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره يعني أنه لا ينبغي ولا يحق أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا لأحد من أمته رجلا كان أو امرأة ثم بعد ذلك يختار هذا الرجل أو هذه المرأة أمرا غير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره وذلك أن قضاء الرسول صلى الله وسلم هو قضاء الله تبارك وتعالى وأنه لا ينطق عن الهوى فإذا أمر أحدا بأن يتزوج أو أن يخرج من شيء من ماله أو أن يقوم بأمر ما فهذا لا يصبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وإن كان في شأن من شؤونه زواج أو طلاق أو هبة أو أي أمر من الأمور يصبح ليس له أن يختار غير ما اختاره الله تبارك وتعالى واختاره له النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه كما قال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهتهم فالنبي أولى لكل أحد من نفسه أعرف وأعلم وأحرص على مصلحة العبد ما يصلح هذا العبد في الدنيا والآخرة من حرص الإنسان وعناته بنفسه هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته فهو أولى من كل مؤمن بنفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم كانت من أسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما خطب ابنة عمه زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها إلى مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه هذا مولى النبي متبنى وكان النبي لما تبنى كان يقال له قبل الإسلام زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم ثم أن النبي خطب له هذه المرة القراشية ابنة عمه وتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب جدهما واحد وكأنها نفست عليه ورأت أنه يعني ليس يعني زيد كفأ لها فقال لها النبي بلى تتزوجينه وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه فقبلت أمر النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الآيات قيل بهذا السبب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا يحل للمؤمن ولا ينبغي له أن يختار أمرا غير أمر الله وأمر رسوله فإذا اختار النبي أمرا وإن كان من شأن من الشؤون الخاصة لهذا المؤمن والمؤمنة فإنه يجب أن يذعن لأمر الله تبارك وتعالى وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي يرى المصالح لبعض العباد فيأمر مثل ما أمر يعني لما أرسل جليبيه بالصحابي لخطب له النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار فلما كلم أباها ظن أن النبي إنما طلب بابنته له للنبي قال نعم الأمر ووافق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا أخطبها لنفسي وإنما أخطبها لجليبيب فقال أستأمر أمها فلما ذهب يعني الرجل الأنصاري يستاذن ويستأمر أم الفتاة قالت لها الله يعني لا يمكن أن نزوج ابنتنا لجليبيب فالفتاة سمعت مقالتهما وهي في خدرها فقالت يعني أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره أمر هذا صعب كيف تردوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سري عنهما ورجع فقال يا رسول الله يعني ما تشاء نزوجها له فزوجوها له ثم إن كان من هذا الشأن الذي اختاره النبي انظر بركة اختير النبي صلى الله عليه وسلم أن جليبيب فزع المسلمون فقاموا للحرب فجاء وجد بعد ذلك بعد أن انتهت الحرب وجد جليبيب مقتولا وحوله سبعة من الكفار قتلهم ثم قتلوه فتأيمت زوجته من بعده يقول أنس فما وجدت امرأة في المدينة يعني أشد نفوقا يعني أي رغبة في أن تتزوج من زوجة جليبيب بارك الله تبارك وتعالى لها تزوجت هذا العبد الصالح الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة ثم لما تأيمت عنده تقدم لها يعني الخطاب يعني من كل جانب ليفوزوا بها ابنه أو زوجه امرأة على هذا النحو من تصديق الله تبارك وتعالى رسوله والإذعان لأمره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا يحل ولا ينبغي ولا يصح أن يختار المؤمن والمؤمنة أمرا غير ما اختاره الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهو من أمرهم من شأنهم ما يختار لنفسه شيئا غير الذي اختاره الله تبارك وتعالى واختاره رسوله صلى الله وسلم ثم قال جل وعلا محذرا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ضم الله تبكى وتعالى رسوله إليه في هذا وذلك أن أمر النبي صلى الله وسلم ونهي النبي وعصيان النبي عسن لله تبارك وتعالى طاعة النبي طاعة الله وعصيان النبي معصية الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضل ضلالا مبينا وهذا يدل على أن شأن النبي في الأمر والنهي ليس في أمر الدين فقط بل في الشأن الخاص من الأمور المباحة كالزواج ففي الشأن الخاص كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع ومعصيته في الشأن الخاص كذلك هي معصية لله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلال واضح بين كيف يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول أذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم عظيمة جدا من هذه النعم أن الله هيئ له أن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذه إرهاص وتهيئة لما نزل الواحي على النبي ونبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الناس كان زيد بن حارثة مولاه ومتبناه عنده ولذلك كان من أسبق الناس إلى الإسلام فنعمة الله تبارك وتعالى يعني أخذ هلاما مسروقا ثم ساقته الأقدار ليعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ويكون هذا خير له تهيئه خير من أن يكون قد بقي في بيت أبيه وهو حر عزيز لا مجيء هو أن كان عبدا ومسروقا وكذا تدور به الأمور يشترى يوهب لخديجة رضي الله عنها خديجة تهب للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله النبي في بيته نعم عظيمة هذه الأقدار التي مرت به هذه كان من نعم الله تبارك وتعالى على هذا العبد ثم نعمة الإسلام بعد ذلك ثم نعمة بعد ذلك مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والنشأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي له الإكرام الزائد حتى إنه اختاره يعني وهو غلام على أبيه أبيه الحقيقي اختار البقاء فإن عند النبي لما جاء حارثة يبحث عن ابنه وين راح وين ديته جاء مكة وثم دل عليه وأنه قد أصبح يعني في بيت محمد صلى الله عليه وسلم قيل له في بيت محمد جاء وديته أراد أن يأخذ ابنه قال له هو عندك إذا اختارك فاخذه فما لم يختر أباه وإنما بقي عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من إكرام النبي له أن النبي أكرمه نشاه أعتقه وكان يحبه حبا عظيما كان يسمى الحب أي أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم والنبي زوجه بعد ذلك وولد له أسامة كانت هذه كذلك يعني أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك بعد ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم يعظه ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله لا تطلقها وكانت دائما يستأذر النبي في أنه يريد أن يريد طلاقة يريد فرقها فالنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وهو الزيد رضي الله تعالى عنه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك اللي هي زينب بانتجاحش الأسدية رضي الله تعالى عنها واتق الله قال جل وعلا لرسوله وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الذي أخفاه النبي في نفسه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد أخبره بأن زيد يعني في النهاية سيطلق زينب وأن النبي سيتزوجه والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني كره أن يتقول الناس ويتكلم الناس عليه صلى الله عليه وسلم ويقولون تزوج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة متبناه ومطلقة ابنه عند الناس أنها كان ابنه وكان هذا أمر عظيم في العرب أن الإنسان يتزوج مطلقة أو أرملة متبناه فأخفى النبي هذه علما أن الله تبارك وتعالى أخبره أنه سيكون هذا هو الصحيح من أقوال السر في هذه الآية أن الذي يعني أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو الذي أبداه الله تبارك وتعالى والذي أبداه الله تبارك وتعالى بأن أمر نبيه أن يتزوج بزينب رضي الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني ما الله سيبديه سبحانه وتعالى والذي أبداه الله تبارك وتعالى أن يأمر الله نبيه بزواج زينب ويعقد الله ويزوجه الله تبارك وتعالى إياها من السماء وتخفي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أي أن يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم والله أحق أن تخشى وأعظم من الله تبارك وتعالى رسوله أنه ينبغي أن يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به ولا ينظر إلى كلام الناس في هذا والله أحق أن تخشى قال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لما قضى زيد منها وطر الوطر هو الرغبة يعني الإربة وقد عاشت عنده سنة قال جل وعلا زوجناكها الله هو الذي زوجه سبحانه وتعالى زوجناكها وهذا بأمر الله تبارك وتعالى قال جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر ليهدم الله تبارك وتعالى هذه النظرة والعادة التي كانت في الجاهلية وهو تأثيم وتحريم واستقباح أن يتزوج يعني الإنسان زوجة متبنة فأرض الله تبارك وتعالى أن يهدم هذه العادة ويكون أول من يفعل هذا هو رسوله صلى الله وسلم لكي لا يكون على المؤمنين حرج ضيق وإثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر أي وطلقوه وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله سبحانه وتعالى مفعولا أمره الذي يريده كونا وقدرا لا بد أن يفعل ولا بد أن يكون وهذا قضاه الله تبارك وتعالى وقدره ولا بد أن يكون وكان أمر الله مفعولا ثم أخبر بأن النبي لما يعني يتخوف من كلام الناس في هذا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج من ضيق ومشقة أو شيء فيما فرض الله له مدام أن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض هذا الأمر فلا حرج عليه في ذلك لأن الله هو الذي يبيه فالله هو الذي له الإباحة وله التحريم الحكم كله له سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله طريقة الله تبارك وتعالى وحكمه وشرعه في الذين خلوا من قبل من الرسل والأنبياء وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله سبحانه وتعالى أمره الكون القدر قدر مقدور محدد ولابد أن يكون وكل في وقته في زمانه بهيئته وكيفيته التي قضاها الله تبارك وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله لسنة الله في الذين سبقوا من الرسل وهي أمره وسنته في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأنبياء والرسل قال الذين يبلغون رسالات الله فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أباح لهم وشرع لهم أباح لهم أمر وأمرهم بأمر هذا هو أمر الله تبارك وتعالى وأن هذا يعني هم قائمون بطاعة الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالات الله تبارك وتعالى فما يشرعه الله لهم ما يعطيهم الله تبارك وتعالى ما يكرهه الله تبارك وتعالى به في هذه الدنيا إنما هي من إكرامه سبحانه وتعالى وهم جديرون بما يعطيهم الله تبارك وتعالى فإنهم هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه يخافونه وحده سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله لا يخشون خشية يعني تعظيم وفرق إلا من ربهم سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا كفى بالله حسيبا وحده سبحانه وتعالى يعني أنه لا يحتاج معه إلى حاسب يحسب بل هو يكفي لجميع محاسب لكل أحد سبحانه وتعالى ولا يساعده أحد وليس معه أحد ليحاسب خلقه وعباده سبحانه وتعالى بل هو الحسيب على كل عباده سبحانه وتعالى وكفى بالله الحسيب ثم قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فمحمد الذي كان يقولون عنه الناس إنه هذا زيد بن محمد ما لم يولد للنبي ولد بلغ الحلم قط بل كل أولاده الذكور كلهم ماتوا أطفالا قبل أن يبلغ الحلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما عاش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد ذكر من أولاده فبلغ الحلم قط فالقاسم ابنه الأكبر والطاهر أو عبد الله من زوجه خديجة رضي الله عنها توفوا كذلك قبل الحلم وهم أطفال وإبراهيم من ماريا القبطية توفي كذلك وهو طفل صغير في المهد هذا هؤلاء هم الأولاد الذكور الذين ولدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الإناث فقد كان للنبي أربع من زوجته خديجة رضي الله عنه وهي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام جميعا فأما رقية تزوج السعيد بن العاص وأعني زينب وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفر رضي الله عنه واحدة بعد الأخرى كانت عنده رقية ثم توفيت عنده ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم وتوفيت عنده كذلك وأما فاطمة عليه السلام فإن النبي زوجها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومكثت عنده وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة ثم توفيت بعد ست أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أولاده لم يكن له يعني من أولاده من بلغ يعني مبلغ الرجال ما كان محمد أبى أحد من رجالكم من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تبارك وتعالى جعل محمدا عبده صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله الذي اختاره الله تبارك وتعالى ورسله بهذه الرسالة إلى العالمين وخاتم النبيين ختم الله تبارك وتعالى به النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والختم هو النهاية وذلك أنه كان إذا انتهى الأمر يختم معنى يوضع عليه الخاتم خلاص هذا قفل ودي فقفلت النبوة كلها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي محمد هو خاتم ونهاية هؤلاء الأنبياء كما جاء في الحديث إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنا بيتا فأكمله إلا موضع لبنى فكان الناس يغطوفون به ويقولون ما أحسن هذا البناء إلا موضع هذه اللبنة فقال النبي فأنا هذه اللبنى ختم بي النبيون فلا نبي بعدي فهذه نهاية هذا البناء بناء النبوة ختم بالنبي محمد صلى الله وسلم عليه لا نبي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه وقال صلى الله وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح وأوتر له لأن النبوة يعني كما قد نبي النبوة الرؤية الصالحة جزء من ستين وأربعين جزءا من النبوة فالنبوة واحي ورؤية للملك وسماع لصوته وإلهام ورؤية صادقة هذه كلها يعني مختصة به يعني النبوة وصول الوحي من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله والسلام عليهم والجزء الذي يبقى من النبوة هو المبشرات قيل يا رسول الله المبشرات قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح وأوتر له لأن الرؤية الصالحة قد يكون فيها إخبار بأمر سيكون في المستقبل من أمر الغيب فهذا الذي يبقي فقط أما ما سوى ذلك فإنه قد انتهى لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضلت على الأنبياء بالست وذكر النبي من هذه الست قال وختم بي النبيون فلا نبي بعده فالنبي هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ولذلك كل من ادعى النبوة من بعده فوكاذب دون نظر في أنه عنده دليل أو غير دليل لا يمكن أن يأتي نبيهم بعده صلى الله عليه وسلم كذابون يخرج في كل عصر وفي كل وقت كذابون اليوم القيامة من يدعى النبوة لكن لا بد أن يفتحه الله تبارك وتعالى ويظهر كذبه مهما ظهر على أيديه من بعض المخاريق وبعض خوارق العادات وغير ذلك إلا لا بد أن يظهر كذبهم كما ظهر على الأسود العنسي الذي تنبأ باليمن ومسيلم الكذاب الذي تنبأ في ناجد في بن حنيفة وسجاح كذلك والمقترب بن أبي عبيد الله الثقفي وهلا بن الصياد وغيرهم في حياة النبي وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمضي وقت إلا وهناك من يدعي النبوة لكن لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى كذبه لا نبي من الله تبارك وتعالى النبي أن يأتي نبي من الله تبارك وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا وهذا من علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود نبي من ذلك الوقت الذي توفي فيه النبي إلى يومنا هذا مضت ألف وأربعمائة ونيف من السنين ولم يأتي نبي وهذا دليل من أغم الأدلة كذلك على أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يطلق عليه شيء في السماوات وفي الأرض عليم به سبحانه وتعالى عليم به في خلقه وفي تصريفه يعني في الخلق والتصريف كل تصريف في المخلوقات الله عليم به عليم بهذا التصريف كذلك مهما كان هذا الخلق مهما كان هذا الخلق انظر خد أي قطاع من قطاعات الخلق يعني الإنسان مثلا الإنسان يبدأ وجوده بهذه البذرة التي تبذر فيه حيوان المنوي بويضة أمي ثم يقع على هذه من يعني المراحل والتخليق والسلاسل إلى أن يصبح يعني طفلا في كل هذا هو بعلم الله تبارك وتعالى وبخلق الله جل وعلا ثم كذلك يولد فيعيش فيشب فيكبر فيكسب إلى أن يموت يمر في هذه المراحل بأنواع هائلة جدا من التصريف يمر عليه الفرح والحزن الهم والغم والسرور يمر عليه أعمال متواصلة يمر به خطرات قلبه فعله القلب الذي القلب الذي يتقلب في كل لحظة من لحظات تمر به أفكار ووساوس وأفكار ووساوس وخطرات وأفكار ووساوس وعزم ونقض العزم وأعمال لو أن الإنسان يعني حول خطرات القلب إلى كتابة يكتبها كل ما فيها لا كتب في كل يوم سجل مد البصر من التغيرات التي تنشأ بالقلب فما بالك كذلك بالتغيرات التي تنشأ في كل ذرة من ذرات وجود هذا الإنسان الله تبارك وتعالى كل هذا إنما يكون بعلمه سبحانه وتعالى لا شيء من هذا إلا بعلمه فلو أخذنا فقط خطرات القلب الإنسان فإن الله تبارك وتعالى مع كل قلب يعلم هذا بعلم علم دقيق يقين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه وحاسبكم به الله قال الله في ذنوب العباد أحصاه الله أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فالله شاهد على كل ذرات خلقه سبحانه وتعالى لا تسقط ورقه إلا بعلمه ولا حبت قطرة ماء من السماء تنزل إلا بعلمه ولا تتحول إلا بعلمه سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء عليما بكل شيء ليس أعمال خلقه فقط وإنما بكل شيء من خلقه فالله تبارك وتعالى علم به قد أحاط علما بكل الأشياء جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ثم قال جل وعلا بعد هذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذا إن شاء الله نعودنا مع هذه الآيات الحلقة الآتية إن شاء الله اللهم صلِّ وسلِّم وَعَلَيْكَ وَعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَحَمْ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم يتركوا في القناة لنشأ الله شكرا لنشأ الله ترجمة نانسي قنقر